الجزئية التانية حكام مباراة القمة حتى هذه اللحظة الكابتن عزيز عبد الفتاح بيعلن ان الحكام مصريين لكن من الوارد ومن الوارد جدا ان يتم الاتفاق مع حكام من القرى الافريقية اللي موجودين حاليا في مصر اللي بيعملوا معسكر الاستعداد للكاسر ام الافريقية القادمة في الكاميرون موجودين في مصر لغاية يوم 30 اكتوبر ومباراة القمة 5 نوفمبر فبالتالي من الوارد جدا استخدام طاقم تحكيم من اللي موجودين هنا في مصر من حكام النخبة في افريقيا عشان يجير مباراة القمة هل بقى ممكن نشوف بكاري جسامة ممكن نشوف ردوان جيد ما اعتقدش ممكن يكون مصطفى غربال بيتقرر تاني وعندنا حكام مصريين ايضا كمان موجودين في معسكر النخبة استعدادا لكاسر ام لكن من الوارد جدا ان يكون حكام القمة من حكام النخبة الافريقية اللي بيستعدوا لكاسر امم في الكاميرون الساعات القادمة هتكشف الكثير من هالكواليس في هذا الملف ونعرف من حكام مباراة القمة في ظل ان احداث مباراة بارح خلت الناس الآن لو حكم مصر هيدين مباراة القمة بين الزمالك والاهلي يوم 5 نوفمبر على استاذ القاهرة الدولي